كما كان متوقعاً أعلن عن تأجيل موعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية وممثل القطاعات التجارية إلى السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني الاجتماعي اليوم الهيئة المستقلة للانتخاب قررت تأجيل موعد الاقتراع إلى العاشر من كانون الأول ديسمبر الحالي بمن حضر مراقبون انتقدوا استمرار العمل بالقانون المؤقت للغرف التجارية الذي يشترط نصاباً قانونياً للهيئة العامة خصوصاً في ظل ارتفاع عدد أعضائها وصعوبة حضور ثلثيهم في أول اجتماع ويتنافس مئتان واثنان وستون تاجراً من بينهم سيدتان للفوز بمجالس إدارة ستة عشرة غرفة تجارية بمحافظات المملكة الاثنتين عشرة وممثل عشرة قطاعات تجارية وخدمية في غرفة تجارة الأردن وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات أن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة لم يكتمل وسيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الذي ستقرره الهيئة المستقلة للانتخاب وسيكون النصاب بمن حضر دون الحاجة للانتظار وستكون عملية الاقتراع في الوقت الذي تحدده الهيئة المستقلة للانتخاب سنداً لأحكام القانون لا نصاب للاجتماع ومنع عليه تأجل الانتخابات للسبت القادم يوم عشر اتناش طبعاً كهيئة مستقلة وكلجنة إشراف على الانتخابات كنا قد قمنا بكافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في هذا اليوم في حال تحقق النصاب الملاحظات العامة على العملية وهذا الكلام سبق أنه قلنا في الانتخابات السابقة بغرفة التجارة وغرفة الصناعة أنه يجب أن يحضر ثلثي أعضاء الهيئة العامة حتى تتم عملية الاقتراع وهذا الإجراء حقيقة يعيق عملية الانتخاب لأنه ما بين الساعة الثامنة وبين الساعة التاسعة صباحاً من الصعب أن يحضر حوالي 1400 من الهيئة العامة حتى تبدأ عملية الاقتراع الساعة التاسعة صباحاً التقينا مع رئيس لجنة الانتخاب الموجودة في غرفة تجارة إربت إجراءاتهم كانت سليمة